عياكم الله دكتور نرجع للمثل اللي قاطعتك به المثل كالعاتي نحن كنا نتحدث عن التظاهرات في بداية التظاهرات هو حرية الرأي ايه هو حرية الرأي خلفتنا 700 شهيد قضية استقالة الحكومة كانت بسبب التظاهرات استقالة الحكومة استقالة السيد عادل عبد المهدي قبل التظاهرات اول من تحدث بان سيكون معارض هو تيار الحكمة وثبته في البرلمان انه هو معارض الان تيار الحكمة جزء من السبعة الذين رشحوا الكاظمي وايضا حسب المعلومات التي تنشر انه يريد حصص من الوزارات والمعارضة وان صارت يعني لازم يوضحون التيار الصدري حتى هذه اللحظة بالبداية قال نحن الكتلة الاكبر باعتبار اكثر المقاعد على نتائج الانتقابات نخول المتظاهرين باختيار رئيس الوزراء نمنحهم هذا التخويل الان متظاهرين بسبب كورونا غير موجودين في الساحات لم نسمع رأيهم حتى هذه اللحظة فيما يخص مرشحين انتقابات الثلاثة سواء السيد الكاظمي او الزرفي او قبله محمد علاوي هذه الامثال التي تقول بعض الكتل السياسية اننا نمنح رئيس الوزراء كامل الحرية في اختيار وزراء ويجلسون ويشتبعون مدى جدية هذا التفويض برأيك حقيقة احنا اما ديمقراطية حقيقية مثل الغارب انه الفائز الاول بالانتخابات يشكل الحكومة اذا ما استطاع يتفاوض مع كتل اخرى ويشكل حكومة تلافية هذه الديمقراطيات العالمية يفوزون الجمهوريين او المحافظين او العمال في بريطانيا وهكذا تمضي نحن نريد ان نستخرج ديمقراطية جديدة لا يسمح بها الدستور ولا تسمح بها الظروف المحيطة بالعملية السياسية العراقية ما بدرنا نستخرجها 17 سنة ما نستطيع ولا بعد 17 سنة ولا بعد 170 سنة طبعا لان التفكير التفكير يدور فقط من هو الذي يستطيع ان يقود امور البلاد يعني الان وزارة النفط لمن ستعطى بالتأكيد وزارة النفط لن تعطى للأكرات ولن تعطى للسنة ستعطى للشيحة لان وزارة النفط هل تخسيم؟ طبعا هذه هي الوزارات صوت المتظاهرين والناس المن خرجت خلقوا باقين على حكم المتظاهرون الان انا اعتقد المتظاهرون الان اذا ما رفع حظر التجوال ربما يعود صوتهم من جديد وربما يعودون الى الساحات ليس بنفس القوة بسبب الظروف ولكن حقيقة تم اهمال هذا الموضوع يعني الجميع كان يطالب بان من يأتي رئيس وزراء يجب ان يحاسب قتلة المتظاهرين هذا رفع السيد عدن الزر في شعار وكسب بي شعار ولكن لم نسمع من السيد الكاظمي من هم قتلت المتظاهرين هو كان رئيس مخابرات يعني اكيد يعرف من هم قتلت المتظاهرين تتعرف ما اعرف يعني يعني مو اختصاصي هذا اكيد انا اعرف من هم قتلت المتظاهرين سئلك مجساتك سياسي مستقل اليك مجساتك ولكن كان هناك سراع واضح في ساحات التظاهر هناك دعم خارجي لا ننكر لبعض الاشخاص وهناك ناس ضحوا بدمعهم لا يمكن ان ننكر ان هناك تضحية حقيقية ونعرف شباب فقراء يبحثون عن وظيفة عن لقمة عيش لا يمكن ان نشكك في هؤلاء نبتعد شوي عن التظاهرات وارجع سدسر وما تعتقدين برأيك بان الطبقة السياسية اتت للسلطة عن طريق انتخابات يعني خلووا صممت خصيصا لهم والضمان بقاءهم في هذه الحكومات يعني عدم حاسبتهم والسيطرة على مؤسساتها شوف احنا لأول مرة بعد 2003 عرفنا شنو الانتخابات الانتخابات حقيقية لهذا في 2005 و2006 ووراها يعني بالبداية كان ناس متشوق وتروح للانتخابات وتصدق بالانتخابات بعدين من شافت يعني شافوا انه ماكو فايدة يروح للانتخابات وما ذول اللي يجون مدى يشتغلون شي يعني مثلا هذه المحافظات الجنوبية مهم